انشئ في العاصمة الأمريكية واشنطن متحف جديد يحوي 40 ألف نص كتابي نادر مخصص لتاريخ وسرد الكتاب المقدس وتشتمل طوابقه الأربعة على كنوز أثرية وتاريخية مكتشفة في الأراضي المقدسة كمخطوطات البحر الميت ولفائف التوراة القديمة ونصوص العهد الجديد والنسخ الأولى من الكتاب المقدس ونسخة طبق الأصل من الناصرة والقدس والفاتيكان ومجموعة كبيرة من القطع الأثرية القديمة التي تعود إلى 1700 عام قبل الميلاد ويبرز المتحف كذلك استكشاف تأثير الكتاب المقدس على الثقافة العالمية والحضارة الحديثة من الأدب والفنون الجميلة إلى الهندسة المعمارية والعلوم والموسيقى وغيرها وقد أقيم المبنى على مساحة 430 دنما ويستقبل زواره من كافة الأعمار